حرامحاناً، إنتاج بها وقلقاء المدينة والعالم موجود في حديث نفسها ستحدث اخياتنا، ستحدث مع الياحة طبعاً، إحنا لحلقة الفاثة كنا أخذنا التشابتر ثري وأخذنا طبعاً بعض الأحداث في تشابتر ثري طبعاً كان آخر الأحداث في تشابتر ثري عندما عاد إلى انجلترا في انجلترا وجد انه اطفاله اطفاله اتغيروا اطفاله جوني و اطفاله بتي كانوا او اصبحوا مختلفين طبعا his son Johnny became in a good school و بتي اصبحت اطفاله لا اطفاله اطفاله طبعا جاليفر كان فرحان جدا انه يرجع لموطنه انجلند طبعا جاليفر بعد فترة صغيرة اشترك short period of time, he started to search for a job. بدأ يدور على وظيفة. طبعاً غاليفر يعني was not lucky. مكانش محزوز to find a job in England. إن هو يجد وظيفة في انجلترا. So he decided again, قرر ثانية to search for a job. إن هو يدور على وظيفة as a surgeon. كجراح on a ship على سفينة. طبعاً السفينة النهاردة هتكون لها اسم مختلف له دلالات معينة. The ship was called the adventure. ده اسم السفينة the adventure المغامرة. وطبعاً هي هتكون مغامرة بالفعل طبعاً من نوع جديد. Before قبل كده جاليفو was on a ship. كان على سفينة which had a different name. كان لها اسمه مختلف. and he had different adventures. كان عنده أو عمل مغامرات مختلفة عن على the island الجزيرة. which was called التي كانت تسمى Lilliput. Lilliput the the island of the tiny people. جزيرة الناس اللي هم tiny tiny. معناها very small. النهاردة Gulliver will have sofa يعني يواجه or will face some different adventures. مغامرات مختلفة. on a ship على السفينة. which was called the adventure. and then وبعدها on the island على الجزيرة. where giant people. حيث وما الناس العمالقة. giant people lived. كان عايشين. بالفعل Gulliver started the journey. بدأ الرحلة بتاعته. طبعاً هو احنا عارفين انه وهي رترنت عادتو انجلند. on the 13th of April. في الثالث عشر من ابريل 1702. في الف سبعمية واتنين. طبعاً. he stayed for about two and a half month. فضل في انجلترا لمدة شهرين ونصف. when he found another ship سفينة أخرى. طبعاً. to work on. يعمل عليها as a surgeon. كجراح. سافر. so he traveled. سافر. to. on the ship على السفينة. which was called the adventure. on the 20th of June 1702. يبقى. on the 20th of June 1702. he traveled to India. يبقى السفينة كان. destination بتاعة هو ايه؟ India. يبقى لو سألنا ألنا. what was the destination of the ship. أو the adventure. what was the destination of the ship which was called the adventure. what was the destination. هو a destination of the adventure. هنقولو. the destination was India. كان ايه؟ India. بس فينا رايحة الهند. ولكن من انجلترا لازم تاخد مصار معين. to the south. إلى الجنوب. so the ship sailed أبحارة السفينة to south africa. وهناك in south africa they rested. هما طبعاً. they found that I realized that the ship had in the ship had a hole. فيها سقب. on its side. على جانب السفينة. في سقب. so they stopped. توقفوا to repair the hole. هما يصلحوا ايه؟ the problem المشكلة دي. طبعاً. when they decided to to continue their journey. لما بدأوا. أو قررنهم يستمروا في رحلتهم. the captain of the ship was ill. كان مريض. أو felt ill. يعني شعر بالمرض. so they stayed most of the winter. يعني ظلوا هناك معظم فترة الشتاء. وبعدين they يعني decided to go to the north. to the northeast. إلى الشمال الشرقي. طبعاً. they passed through Madgaskar. يعني مروا على جزيرة Madgaskar. هناك they faced a strong wind for many days. يعني وجهوا رياح شديدة for many days. and they sailed against the wind. وأبحاروا عكس الwind. عكس الرياح. وده طبعاً عملوهم مشكلة كبيرة جداً. ولكن they were lucky. كانوا محظوظين. لعني كانت السفينة ممكن تبقى ايه؟ تبقى تتحطم. لكن السفينة كانت strong after the repairs. بعد الإصلاحات أو التعديلات. that they did in South Africa. في South Africa. بعدين هما بدأوا يتحركوا عكس الرياح. بعد شوية الدنيا بقت كام هادئة. فطبعاً Gulliver كان happy. مبسوط. يبقى لو سألنا لنا how did Gulliver feel when the storm, when the wind ended. عندما الرياح انتهت أو stopped توقفت. طبعاً هنقول he was happy. and he told the captain that he was happy that the wind stopped. ان الرياح هاد stopped توقفت. لكن اللي هو القبطان بتاع السفينة the captain was not happy. يعني ما كانش فرحان قوي. because. لأنه هو as an experienced man. كرجو اللي عنده خبرة يعني في عمله. هو عارف انه يعني بعد العاصفة الشديدة دي أو بعد الهدوء اللي هو حصل ده هيبقى في عاصفة أقوى. فقال له يعني we must prepare for a violent storm. ايه ده معقول ده احنا كنا بنواجه يعني strong wind رياح قوية. احنا دلوقتي مفروض ان احنا prepare for a violent storm. اه لو we must prepare for a violent storm. لازم نعد نفسنا او نجاهز نفسنا لviolent storm عاصفة قوية جداً. وده اللي حصل بالفعل the captain was right كان على حق وبالفعل حصل ان في storm عاصفة violent great storm عاصفة كبيرة جداً. هم طبعاً كانوا بردو lucky when they لما ايه اللي حصل when they saw the land طبعاً. وهم بيواجهوا العواصف بعد شوية الكابتن يعني called out او cried out and said وقال there is the land او I can see the land. فطبعاً هيعملوا ايه they were يعني short of water. كانوا عندهم نقص في الماء او في حاجة للماء. وده بداية المغامرة. to go to the island ان هم يروحوا للجزيرة. الجزيرة اللي هي فين؟ الجزيرة اللي هي in the Indian Ocean في المحيط الهادي. طيب الجزيرة دي هيحصل فيها ايه؟ الجزيرة دي طبعاً هي جزيرة العمالقة. هم طبعاً ما يعرفوش ان هي جزيرة العمالقة او لحاجة. هو طلب من 12 sailors طلب من 12 من البحارة اللي معاها على السفينة ان هم to go and bring water. ان هم يروحوا ويجيبوا الماء من على السفينة على الجزيرة. يحاولوا to search for water. ان هم يبحثوا عن الماء on the island على الجزيرة. ولكن Gulliver who liked adventures اللي كان بيحب المغامرة. طلب من مين؟ طلب من الكابتن طلب من الكابتن to go with them. ان هم يروح معاهم طلب من الكابتن. قالوا please I wanna go with the sailors. انا عايز اروح مع السيلر ذي البحارة. I want to see a new land. عايز اشوف اراضي جديدة. I want to explore the island. I want to face adventures. هو ده في القارة نفسه يعني هو I like adventures. انا بحب المغامرة. So I wanna go with them. فعل اوكي يعني I don't mind. انا ما عنديش مانع. وبالفعل Gulliver went with the sailors. راح مع البحارة to the island على الجزيرة. خدوا القارب بتاعهم. طبعا مش هينفع يدخلوا للشاطئ بالسفينة. لان السفينة طبعا ماينفعش انها تدخل للايه للشد. فاخدوا القارب وراحوا الى الجزيرة. طبعا جاليفر لانه هو شخص يعني fond of adventure. قرر انه هو يعني to walk alone. قرر انه هو يعني to walk alone. انه هو يمشي الوحد وكده to explore the island. and he walked about حوالي a kilometer. حوالي واحد kilometer from the beach من الشاطئ. طبعا عنده the other sailors والبحارة الاخرين يعني went in a different way. راحوا في مكان او طريق مختلف. he took away طريق which was dry full of rocks. وكان طبعا طريق شوية الى حد ما او المكان مكانش شيء pleasant اوي. وكان مشي حوالي kilometer. when he decided to go back again. لما قرر انه يرجع تاني. لانه مكانش شيء مكان فيه اي نوع من انواع التشويق ولا التسلية. فقد نرجع تاني يعني. when he decided that when he went back. لما بدأ يرجع. he saw the sailors وجد البحارة. تمام. on the sea. وجدهم في البحر. تمام. and sailing وبيبحروا with their boat. ايه دا هما نسيوني ولا ايه. they had forgotten me. هما نسيوني اه. طبعا اللي حصل اني. the sailors البحارة. واعتقد يعني. واعتقد انه هما نسيوه. او مثلا يعني. ما خدوش بالهم منه او حاجة. فهو طبعا اللي حصل انه هما. they were escaping from the giant man. وهو في اللحظة. بعدها. بعدها بلحظات. وقد انهما بيبحروا وراهم الايه. the giant man. الرجل العملاق. اللي هو طبعا. he was trying to catch the boat. اللي بيحاول يمسك الايه. القارب. طبعا. they were lucky. كانوا محظوزين. because there were rocks. كان في بعض الصخور. between the boat. بين القارب. and the giant man. that prevented the giant man. اللي منعت الجانت من. from catching the sailors. ما ديرش يتقدم الجانت من في الماء. في الماء. لأبعد من ذلك. لأني there were rocks. كان فيه صخور. that prevented him. منعته. to catch them. إن هو يلحق بيهم. طبعا. الجانت من. هيرجع تاني. مين اللي هيقابله دلوقتي. مين اللي على الشاطة. أو بالقرب من الشاطة. طبعا. غاليفر. يعني غاليفر. وغاليفر is gonna face. يعني. a dangerous. a destiny. مصير خطير جدا جدا. غاليفر لازم يدور على حاجة. to hide. مكان. to hide. دي كي يختبئ به. بالفعل. he climbed. a hill. تمام. تسلق ايه. مكان مرتفع كده. آآ. طبعا. اللي حصل إنه. giant man. ممكن يشوفه. وبعد كده. بعد ما. تسلق. hill. لقى فيه. بعض. الفيلز. الحقول. وفيه. wide road. طريق. يعني واسع شوية. rough. يعني غير مماهد. وفيه حقول. الحقول طبعا. كانت. fields of wheat. حقول أمح. وبيقول لنا إن الويت. الأمح. the wheat. was about seven meters high. about seven meters high. كان حوالي سبع أمتار. ماشي غاليفر. في الطريق. بكي. to avoid. meeting. the giant man. فدل غاليفر ماشي. لغاية لما لا إيه. a wall height. that. stopped. him. أو قفو. يعني. at the end of the road. في نهاية الطريق. that one. كان فيه. كان فيه. The wall was about 40 meters high. كان حوالي أربعين متر في الارتفاع. and behind the. ونحفظ الأرقام. behind the wall. خلف الحائط ده. there were giant trees. كان فيه أشجار ضخمة جدا. معنى إن يشوف الأشجار من خلف الحائط. معنى كده إن الأشجار أعلى من الحائط بكتير. يبقى. the wall. the wall was about 40 meters high. يعني حوالي أربعين متر في الارتفاع. وطبعا. there were steps. كان فيه درجات سلم. over the wall. the wall. the wall. the wall. the wall. طبعا. هو جاليبر ما يقدرش يطلع درجات السلم. for some reasons. لأسباب أو لسبب ما. إنه هو. each step was about. كانت حوالي. two meters high. كل درجة السلم كانت ارتفاعها اثنين متر. فطبعا جاليبر مش هيقدر إنه هو to climb up the steps. فجاليبر وجد إنه هو no way للهروب. there is no way to escape. so he decided to enter the fields. حاول يدخل الحقول اللي هي فيها الويت القامح. طبعا ما كانش قادر يتحرك فيها يعني بسرعة لأنه هما the wheat. الامح كان very tall and thick. وطبعا كان صعب في الحركة. اللي حصل إني the man اللي هو أصلا فارمر فلاح. went closer and he climbed the stairs. أو the steps. تسلق الدرجات السلم عادي جدا. طبعا جاليبر was horrified كما رأوب جدا. إنه هو ممكن في أي لحظة الراجل ده يشوف جاليبر. وفي وساعتها ربما جاليبر تكون نهاية حياته في اللحظة دي. جاليبر طبعا حاول إنه هو يعني يختبئ في الحقول. the man cooled out. نده على بعض الناس. seven other people came. بعض جاينس أو سبعة من الجاينس العمالقة قوم. اكتشف من لبسهم إنه الراجل ده هو ده الايه. الماستر بتاعهم هو سيدهم أو هو الرئيس بتاعهم. هو ده الفارمر الفلاح. and the other giants والعمالقة التانين اللي معاه. where كانوا workers كانوا عمال بيشتغلوا معاه في الحق البتاعه. طيب إيه بقى المصير اللي هي واجه جاليبر؟ طيب نشوف بعض الأسئلة ونرجع تاني لكم. أول قواشن معانا بيقولنا what did the adventure when did the adventure leave England إمتا السفينة اللي هي adventure تاركت انجلترا and where it where was it going. وكانت رايح فهي. بيقولنا it left England it left England on the 20th of June 1702 وذاتريك احنا 20 June 1702 بيقولنا it was going to India. كانت رايحا الهند. it was going to India. سوال كمان. بيقولنا how did they how long did they stay in the south of Africa. how long did they stay in the south of Africa. فضلوا في جنوب أفريقيا. قد إيه؟ أو كمتوا للمدة اللي أضوها في جنوب أفريقيا. they stayed for most of the winter. طبعا هم ما أقاموا هناك موظم الشتاء لأن the captain of the ship قطان السفينة was sick. كان مريض. قد أخبرهات why was the journey back difficult. why was the journey back difficult. ليه رحلة العودة كانت فيها صعوبة. because the wind لأن الرياح began to get stronger. لأن الرياح بدأت تبقى أقوى. طيب. what happened during the storm إيه اللي حصل أثناء العاصفة they took down some of the sails يعني نزلوا بعض الأشريعة الشريعة بتاع السفينة نزلولها عشان يتجنابوا العاصفة العاصفة القوية ممكن تتحطم السفينة فبالطبيعي إنهما ينزلوا الأشريعة بتاع السفينة and sailed with wind وأبحاروا مع الرياح الاتقاه اللي يمشي فيه الرياح although they had good supplies بالرغم إنهما كان عندهم good supplies of food but not much fresh water تمام وبالرغم من ذلك they had good supplies كان معهم good supplies of food يعني مؤن من الطعام but not much fresh water ما كانش معهم يعني مع عزم why the Gulliver and the sailors لي Gulliver والبحارة go to this island go to this land لي راحوا إلى هذه الأرض أو الأراضي why was Gulliver left there ولما ترك Gulliver هناك طبعا وهنا يقصد إيه يقصد جزيرة العمالقة they wanted to find fresh water راحوا عشان إيه يجدوا fresh water ما عزم Gulliver walked away Gulliver مشي بعيد عن البحارة الآخرين from the sailors بيهد عن the sailors to look around عشان يتجول ويلقي نظرة على الأماكن اللي في الجزيرة the sailors left quickly تراكوا المكان بسرعة because a giant was following them لأن في عملاق بيتبعهم أو بيجر وراهم they couldn't wait for Gulliver لم يستطيعوا أو لم يستطيعوا الانتظار من أجل Gulliver سؤال اللي بعضه بيقول لنا why couldn't the giant ليه العملاق ما قدرشي cast the boat إن هو يلحق بالقارب طبعا because there where لأنه كان فيه many rocks سخور كتير between بين where he stopped بين مكان هو واقف في المكان اللي هو واقف فيه and the boat ما بين ما بين وهو واقف والقارب فبين هما الاثنين كان فيه rocks سخور that stopped أو قفت من the joint so he thought اعتقد the boat would escape اعتقد إن القارب يعني قادر على الهروب سؤال كمان بيقول لنا why dick galliver ليه galliver run away هرب from the beach من الشاطئ because he was worried لأنه كان الآن that the giant إني الجانت would turn around سوف ما يلتفت and see him طبعا galliver كان الآن وعشان كده تلافو الآي الجابل أو تلافو التل عشان يشوف إيه اللي ممكن يحصل وطبعا هو خايف جدا من العملاق عند رجوعه بيقول لنا what dick galliver see إيه اللي شاف galliver near the hill يعني بالقرب من التل من التل he came to اللي أتى تجاه he saw feels لما راح ناحية التل he saw feels شاف الحقول with very long grass بها حشائش يعني طويلة جدا perhaps ربما three or four meters high حوالي ثلاثة أو أربع أمتار he also saw هو أيضا شاف a wide rough road شاف طريق واسع ورف يعني غير مماهد which went through the fields اللي كان يعني ماشي بين الحقول filled with wheat الحقول الممتلئة بالأمح نبات الأمح which was seven meters high اللي كان ارتفاعه seven meters high قولنا نحفظ الأرقام كان ارتفاع أو طول الأمح نبات الأمح seven meters high وكان ارتفاع الغراث الحشاش three or four meters سؤال كمان بيقولينا why couldn't galliver use the steps لماذا قدرش يستخدم ال steps درجات السلم over the wall اللي فوق الحائب at the end of wheat field في نهاية wheat field طبعا احنا قولنا ان في نهاية wheat field نهاية حق للأمح كان فيه طبعا wall حائد وكان over the wall فوق الحائد ده كان فيه درجات steps درجات سلم بيتخليهم تساعد الفارمرز الفلاحين ان هما to climb over the wall ان هما يتسلقوا ال wall ولكن galliver ما كانش يقدر يتسلق هذا الحائد او يطلع على السلم دي steps دي درجات دي because each step لان كل درجة تسلم was 2 meters high كان ارتفاع اتنين متر وده طبعا صعب جدا بالنسبة لنورمال human لانسان بشري انسان عادي جدا او بشر عادي جدا ان هو يتسلق درجات سلم بالارتفاع ده ماذا قدر جاليفر يهرب ليه ما قدرش جاليفر يهرب through the field في الحقول from the workers من الفلاحين طبعا لما جوم الوركرز طبعا workers اللي هما الفلاحين طبعا ندح عليهم مين اللي هو الفارمر الفلاح اللي هو the master and he طبعا ordered them طلب منهم انهم يعني to cut the weeds انهم يقطعوا في الويد في الامح ادهم بعض التعليمات فهم كانوا طبعا بانهم workers فهم ملتذبين بتعليمات معينة ينفذوها طبعا جاليفر was horrified I was afraid كان خايف جدا جدا ولكنه he must face his faith لازم يواجه القدر بتاع وطبعا no way ما فيش حل اللي انه يعني يواجه مصيره جاليفر tried to escape حاول انه يهرب ولكن اللي حصل انه they went closer and closer اللي هما الوركرز الامال اقتربوا واكثر واكثر من جاليفر لدرجة انه جاليفر couldn't find لم يستطع انه يجد a way طريق to escape خلال حقول او في الحقول they get closer اقتربوا من جاليفر جدا جدا لدرجة انه جاليفر خاف ان واحد من ال الوركرز دول انه هو two step over جاليفر انه هو يمشي على جاليفر مجرد طبعا انه هو طي دوس على جاليفر طبعا خلاص حياة جاليفر انتهت فقط جاليفر كان الاول بيهرب لكن اول ما اقترب منه اقتربوا منه الوركرز اللي حصل انه هو he called out نده بصوت عالي وقال له ايه take care خد بالك where you are standing في المكان اللي انت واقف فيه طبعا هو اكتشف او يعني كان خايف انه هو to step over him بيقول الجاينت من الرجل العملاق جدا اللي هو يعني قريب من جاليفر او على واشك انه هو يدوس على جاليفر فجاليفر قال له يعني take care خد بالك where you are standing اينما تقف فالرجل طبعا looked in the sky بص في السماء and around him وما جاش في دناه وخالص انه هو يبص ايه يعني on the ground على الارض في النهاية شاف جاليفر and he thought قعد فكر شوية ترى هعمل ايه مع هذا المخلوق غريب جدا يعني how can I deal with it زي انا ممكن اتعامل معايا ترى هل ده human being فالمهم يعني he held a galliver مسك galliver between among his fingers ما بين صوبه galliver was afraid كان خايف جدا انه هو to fell to fall to the ground انه هو يسقط على الارض وهو بيقول لنا اننا I was about twenty meters كنت حوالي 20 متر from the ground او above the ground كنت حوالي 20 ابعد عن الارض به حوالي 20 متر فلو سقط galliver يعني احتمال كبير جدا انه هو يموت المهم اللي حصل ان the man او the worker put galliver in his pocket حطه في جيبه وبعدين بدأ يتوجه لمين his master سيده galliver بيوصف لنا the worker's pocket جيب الرجل العامل ده فبيقول انه هو it was يعني warm دافئ كمان بيقول لنا انه هو it was dark يبقى dark and warm طيب حلو جدا بدأ الرجل اللي هو giant man يتجه ناحية من his master او the farmer يتجه ناحية الفلاح اللي هو مشغله وطبعا بيحكي له عن هذا المخلوق اللي هو in his pocket فجأة galliver found two big eyes انين كبار جدا يعني large eyes two large eyes looking at him بيبص عليه from من the farmer's pocket or from the worker's pocket galliver كان خائف بالفعل المستر او الفلاح اللي هو صاحب الحق took galliver and put him وضعه in his handkerchief في المنديل في المنديل بتاع galliver طبعا كل الفلاحين او كل الناس الموجودة يعني gathered بالجماعات and they stare at galliver بدأوا يبصوا على galliver او looked at galliver بدأوا ان هما ينظروا ل galliver galliver عشان to يعني make them عشان يجعلهم to make them feel يشعروا ان galliver is not that person هو مش ذلك الشخص who is gonna escape اللي هيهرب ولا حاجة هو he went forward and backward كان بيت مشى كده ودوم يا جماعة انا ايه انا يعني يعني ثقوا فييا trust me i'm not gonna escape انا مش ههرب ولا اي حاجة عشان يخليهم يعني يعني يشعروا بالرحم اتجاه اتجاه يعني في النهاية the farmer اللي هو صاحب الحق took galliver in the handkerchief في المنديل and went back home وريجع للبيت اللي حصل ليه بقى he wanted to show his wife كان عايز يواري مراته that strange creature ذلك المخلوق الغريب when his wife opened the handkerchief لما فتحت المنديل she was surprised كانت مندهشة جدا جدا and she screamed وصراخت طبعا حكا لها عرفها ان ده يعني tiny man وانه مش هو يعني he's not dangerous هو مش خطر يعني لا يمثل اي خطورة يعني فبدأت بدأت تبص عليه وكمان باقي افراد العائلة جم وشافوا جاليفر هيبدأ جاليفر ينساجم مع العائلة والفلاح يضعوا بجواره while they were eating وهم بيأكلوا حاط جاليفر on the table beside him على الترابيزة جنبه عشان يأكل طبعا جاليفر بيقول لنا وده من الحاجات اللي هي يعني فاني في الموضوع جاليفر ما كانش طبعا هو بيقدموله طعام خبز كبير وحاجات شكلها ضخم جدا تناسب يعني جاين people ولكن جاليفر كان معاه السكينة بتاعته and his fork والشوكة بتاعته ده طبعا لحسن حظ جاليفر فطبعا طلع الشوكة والسكينة قاعد يأكل من الأكل بتاعهم طلب وارر ماء ولكنه كان غير قدر انه هيحمل كوب الماء جاليفر فال وقع على زبراد العيش أو الخبز وهما طبعا they were يعني happy كانوا فرحانين and they laughed at جاليفر وضحكوا على جاليفر the sun أو the farmer the sun held جاليفر مثل جاليفر بطريقة that annoyed the farmer يعني ديئة الفلاح the farmer طبعا وحتى الآن احنا عارفين انه جاليفر spoke انجلش كان يتحدث الانجليزية ولكن they spoke a different language جاليفر tried to communicate with them حاول انه هو يتواصل معهم ولكن بلا جدوى وما ما يدروش يتواصل مع بعض فكان طريقة التواصل يعني بلغة الاشعار جاليفر طبعا كان متضايق جدا من هذا الولد اللي هو who was 10 years old كان عنده حوال عشر سنين اللي حصل ان الولد طلب من الفارمر not to punish the sun اللي يعاقب ابنه ده كان حاجة طيبة من جاليفر شوف بعض الاسئلة وانا رجع لكم تاني بيولينا why couldn't جاليفر why couldn't جاليفر run away ليه ما درش جاليفر يهرب through the field from the workers من الفيلد من الحاقل من الفلاحين because it was difficult انه كان صعب جدا to walk quickly انه اتحرق بسرعة or far as او بعيد ابعاد يعني بعيد عن الجانت من سؤال كمان بيولينا why was جاليفر ليه جاليفر كان in great danger في خطر عظيم while hiding in the wheat field وهو مستخب في ال wheat field because the farmers used their huge sizes استخدموا المناجل بتاعتهم طبعا sizes sizes دي معناها مناجل to cut the wheat انه هما يقطعوا او يقطعوا الامح and they came closer and closer اقتربوا اكتر اكتر to the place للمكان where he was hiding المكان اللي هو مختبئ في how did galliver feel شعر بيه galliver while he was hiding وهو مستخبئ he regretted ودي نقطة مهمة جدا جدا galliver في اللحظة دي وهو مستخبئ جات له اكتير جدا من الافكار when they when they got closer لما هما اقتربوا got closer to galliver الى galliver اقتربوا من galliver galliver regretted ندم على انه regretted coming to this land انه جه لهذه الارض وبدأ يتذكر كتير او من الحاجات اللي حصلت في حياته when he was in lilliput لما كان في جزيرة lilliput when he was a giant man لما كان giant man and the people when ناس كان it يعني very small or very tiny he remembered his life تذكر حياته with his family and he thought about his family without or with no father طبعا من الفاذر اللي هو galliver حيات العilah هتبقى تنتهي حتى يكمله بدون اي بدون عب لان galliver اللي هو the father is gonna die هيموت خلاص galliver thought of his life وفكر كمان ان these giant people الناس الكبار الضخمين دول may live on a land ربما يعيشوا على ارض طبعا that will not يعني 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 satisfying مش هتكون satisfying مش هتكون satisfying مش هتكون زيهم في الحاج طبعا هو قعد فكر كتير في بعض الحاجات الذكريات اللي حصلت له وطبعا ندم كتير جدا عن اللي هو مجاش ان هو جه لهذه الارض وبعدين استسلم لمصيره شوف كمان السؤال اللي معنا بيقول لنا كمان بيقول لنا ماذا ماذا عمل الجيانت عمل الجيانت العملاك لمن شاف جاليبر وطبعا كان مندهش جدا ثم فكر عن ما يعمل في النهاية التقت جاليبر يقول لنا اوضو برغم مني دهره كان بيؤلم طبعا لامسكو الجيانت بقوة دهر جاليبر كان بيؤلم ومع ذلك he decided not to move قرأ ان هو ما يتحرك شي because he thought لان اعتقد اعتقدوا ان جاليبر ده اعتقدوا جاليبر جدن جدن يعني بان عليهم ان هما بفكروا ان جاليبر was an animal ان جاليبر ده حيوان طبعا ده في الاول until لغاية ما هما they hear him talking لغاية لما سمعوا ايه بيكلم سوف نعرف كيف تشعر الزوجة الفلاح لأول مرة أول مرة صرخت بصوت عالي في اللحظة سوف نعرف كيفية الفلاح لدينا نعرف كيفية الفلاح